بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس السادس والعشرون من كتاب سهل مسالك باب نواقض رضو تنقضه الردة أو شك لحدث في طهر نو نقض وسبق للحدث تنقضه الردة أو شك لحدث في طهر نو نقض وسبق للحدث بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناوي للمذي بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناوي للمذي أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بلغمة أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بلغمة نوم طويل أو قصير إن ذا قل لا خف مع قصر وندبن يطل نوم طويل أو قصير إذا قل لا خف مع قصر وندبن يطل أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع ومرأة بالخلف ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع ومرأة بالخلف بحاجة لإنسان فاسكت واجلس ينقضه الردة أو شك الحدث في الطهر أو نقض وسبق للحدث بول وريح غائط مع الودي واصل جميع الفرجناو للمذي اسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو باليغمان أو من طويل أو قصير إذا قل لا خف مع قصر وندبا إن يطو أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع ومرأة بالخلف في حاجة الإنسان فاسكت واجلس رحيم الله من دعا لنا بخير رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا محمد الأمين نبيي الأنبياء وخاتب المرسلين وعلى أله وصحابته والتابعين للمحسن العمدين الدرس السادس والعشرون من كتاب أسهر المساء كباب نواقض الوضوء ينقضه الردة أو شكو حده يطور نو نقضي وسبق للحدة يعني أن نواقض الوضوء وهي مغتلاته والنقض هو رد الشيء على أصله فمعناه أن الإنسان سيرجع محده لأن الأصل هو عدم الطهارة فسينتقض الأمر كما ينقض الإنسان الحبل أو الشيء المفتول أو الشيء المنسوج إلى أصله ينقضه الردة أعوذ بالله بل هي مبطلة لجميع الأعمال مبطلة للغسل ومبطلة لجميع الأعمال قبلها ينقضه الردة أو شكو حده كذلك لغير المؤسس إذا شكو حده بعد أن تأكد أنه توضع شكو هل انتقض وضوهم هذا في المشهور مثل مالك ينقض الوضوح أما إذا كان مؤسسا فلا ينقضه ذلك أعوذ أشكو حده في طهر إنه نقض وسبق حده كذلك إذا شكو الإنسان هل تقدم الطهر أو النقض هو متأكد منهما لهنه متأكد أنه تطهر وأنه انتقض وضوه لكن لا يدري أيهما هو الأول هذا أيضا يعني مبطل للوضوح بول وريح كذلك من توضع وبعد ذلك خرج منه بول متأكد وكذلك الريح سواء كانت بصوت أم لا وكذلك الغايض وهو ما يخرج من الدبور فإنه ينقض الوضوح والودو هو ماء خاثر كمن المخيط وهو المسمى بالشنين عندنا في موري تاني وغسل وغسل جميع الفرش ناوي للمذي يعني أن ماء خرج منه مذي مذي وماء الرقيق يخرج عند الملاعبة والتكارئة والتفكير هذا ينقض الوضوح ويجب عليه غسل الذكر إذا خرج بلذة غسل الذكر وهي يقال لها الجنابة الصورة أما إذا خرج بدون لذة فإنه ناقض للوضوح ويجب غسل بغطمح للنجاسة أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالأغمى أسبابه هناك نواقض واضحة وتقدمة أما النواقض السببية وهي بما أن الشرع حكم بأنها نواقض لأنها سببية لأن الإنسان يغطي عقله قد يخرج منه يكمل حده ولا يشعر فلذلك حكم الشرع بأنها نواقض أسبابه زوال عقل فما زال عقله سواء كان بالسكر أو بالجن أو بالأغمى فإنه ينقض الوضوح فالجن كم من من جن سواء كان بطبع كم من من تغلبت عليه الطبيعة السوداوية أو الصفراوية حتى خرج عن اعتداله وغاب عقله أو بالجن كم من من ضربه جن وغاب عقله أو بالسكر كم من من شريب خمرا فغاب عقله أو بالأغمى كم من من أصابته حمى نافض حتى غاب عقله أو ما يفعلونه الآن من التنويم فإن ذلك كله ينقض الوضوح نوم الطويل كذلك أيضا نوم الطويل أو قصير لذلك تقول لا خفى مع قصرا وندبا يطول هذا هنا النظم رحمه الله تعالى اختل في نومه تشويش من قليلا نوم الطويل هذا مطلقا سواء طاولا أو قصيرا هذا ما هو المشكلة المشكلة الفرق بين الخفة والثقال فإن كان ثقيل سواء كان قصيرا أو طويل فإنه ينقض الوضوح وذلك الثقيل بأن يكون نسان غاب عقله ومثل ذلك بمهنه بلغ درجة حتى إذا كان سالم الهريق لا أشعر بها أو إذا حلت حبوته وإذا كان رابطا يده بيده وانفصلت بحيث لم يشعر أو سقط ذقنه كان جالسا أو متكين شيئا وحس أن ذقن وشعر سقط وما تنبه ذلك حتى زاد على وقت السقوط أو حل الحبوت على وقت سيلان الرقي أو سقطت منه سبحته أو كتاب كان في يده ولم يشعر بذلك إلا بعد السقوط معنا ما شعر مباشرة بوقت السقوط هذا واثتقي سواء كان طويل وقصير لكن يبقر كيفية الندم إذا كان طويل طويل يعني خفيفا يندب منه الوضو وإن كان قصير يعني يندب منه الوضو هو الفرق نعم ومن طويل وقصير إذا قل لا خفى مع قصير وندب من يطل لا خفى لا خفى هو بلارت إذا كان خفيفا مع القصير ولي لا ينقض وأنه إذا كان طويل ولو خفيفا أنه ينقض ولكنها غير صحيح غير صحيح ولمسوا من تهوى بطبع كذلك أيضا لمسوا من تهوى بطبع من تشتهى كما قال الصفتي من سن وست ففوق خمسة وست سنين من البنات فإذا كان تبلغت هاي السن ومسها الشخص بنية اللذة أو وجد اللذة فإنه ينتقض وضوه وكذلك ينتقض وضوه أيضا اللامسة من النساء بقصد اللذة أو بوجودها لا انفقد القصد والوجدان بأن تشاجع من تماث في طريق ولو قصدا ولكن ما أراد ما أراد الشهوة ولم يجدها فإنه لا ينتقض وضوه ولكن قد قد يكون آثما بإنية وقد لا يكون آثما بإيا كان واقعا عن الخطأ بالذة معتادة ولو ذكر ولو كان ذكر بعض الناس بعض البلاد يشتهون الشباب المرضى وهذا كثير الآن في العالم عالم السلام يشتهون الرجال عبد الله ومسوح ومسوح ببطن الكف ومسوح يعني أن ما ستذكر مباشرة بدون حائل ببطن كف وأصابعه وكذلك جم جناب الأصابع ينقض يدها في فرج ومسوح ومسوح والدردين الشهر عدم النقض في ذلك كل سواء نلطف تم لا فالأقوال ثلاثة وهكا وأقول أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه ربك رب العزة ومسوح والسلام والحمد لله رب العالمين